هقول لك حاجة كمان اخيرة فيما اتعلقك وطار حمد وامام عشور بيرامدز قدم عرض رسمي لطار حمد طار حمد خلاص فري انا اتفاقه خلاص انا هتعاقد مع التحاج جدة بيرامدز قدم ليه عرض رسمي بواقب كبير جدا يقارب من اللي بياخده في التحاج جدة طار لسه مردش امام عشور كمان بعيد عن نادي الزمالك امام عشور مش هيرجع الزمالك اه بلاخهم ان انا لو همشي مثلا عايز ارجع الزمالك لكن الامور المالية الصعبة النادي الدنمارك اشترى بربع مليون دولار لو هيطلعوا اعارة سنة يا كريم اعارة سنة من مليون ونص لاتنين مليون دولار رقم ضخم فالموضوع بعيد جدا رقم ضخم جدا اقول لك وجهة نظري في الاسماء اللي احنا عمين نسمحها بين شرق سومة عبدالرزاك انا بقول له درسالة طمأنينة من ادارة نادي الزمالك للعيبة اللي بيتفاوضوا معاهم ان احنا عندنا فلوس فبقول على الاسماء الكبيرة بين شرق والسومة والكلام ده كله عشان لم ادفع الارقام دي او انا بفاوض الناس دي يبقى انا عند القدرة المالية عالتفاوض يبقى بالتالي اشتري لعب من انبي لعب من سراميكا لعب من فارقه بالاسعار اللي انا عايزها والناس ما تقوليش فيني الفلوس ميدو النهاردة كان كاتب تويت ميدو قدو لجنة الفنكابة نحمد حشان ميدو طبعا نزلنا جماعة تويت اللي كان كاتبها النهاردة انه هو 50% مسحات اللاعبين خلاص الامور اتحلت يعني الامور المالية في الزمانك تتحسن تبدو وفي اتفاق مالي بس مش عارفين لحد دلوقتي اللاعبها ماخدتش فلوسها انت ممكن تتفق انت ممكن قديك وعد ان انت هتاخد فلوسك لكن لها دلوقتي ماخدتش حاجة بخلاف ان فيه 25% كريم اللي هي بتاعت نهاية الموسم مقدمات العقود بتاعت الموسم الجديد عندك محمد حمدي مثلا في انبي انبي عشان الصغيرة عن محمد حمدي مش اقل من 20-30 مليون جنيه لعب لسه صغير المستقبل الجبهة اليسرى الاهل والزمالك بيتخنقوا فارقوا عشان يبيع محمود حمدة محمود حمدة النهاردة غير محمود حمدة قبل ما فيتوريا ييجي محمود حمدة كذلك عشان يبيع محمود حمدة محمود حمدة مش اقل من 20-30 مليون جنيه دائما ييدو النهاردة عدو الأجدر فنية ابن نادي الحمد لله تم حل مشكلة الحجز على حسابات الزمالك سيتم صرف مرتبات الجهاز الفني والإداري والطب قبل العيد وسيتم تسويط كل مستحقات اللاعبين اللي يصلوا جميعا إلى 50% من مستحقاتهم هذا الموسم بسبع الجادي لانه يتم من دفع جنيه إلى أي لعب جديد كمقدم تعاقد قبل دفع كل المستحقات المتأخرة للعيب الفريق مع ركع حل مشكلة الحسابات المنكية قضاء المستشارة المرتبطة منصول بزكاة كبيرة حتى تم حلها عن طريق توقيع بروتكون مع اتحاد الكرة يعني هو الراجل بيقول إنه حمش نجيب لعيبة جديدة إلا لما لعيبة كبيرة طيب الزق أنت عندك البطولة العربية خلاص يعني أقل من شهر تقريبا المفروض أنت لوقتي الأقل تكون مخلص من 40% إلى 50% من صفقاتك يعني أنت المفروض شهر تكون خلصت حتيت روتوش الأخيرة على بقية صفقاتك لحد لوقتي أنت ما خلصتش حاجة المشكلة الأساسية ندارة نادي الزمالك تسريب الأسماء دي آه أنت ممكن تكون بتقول أنا بعمل اللي علي بطم من الجمهور بس في الآخر جمهور حزبك أنت طلعت وقلت أن أنا بفروض طلعت وقلت أنه في صفقة كارن في صفقة مدوية في صفقة سوبر بس في الآخر مين لا هيجي طالما أنت طلعت وقلت كده أنت المسؤول وأنت اللي هتتحسن من